ولكن انا افضل الفيديو ده اخلصه وبعد كده اموريش حاجة ما تيجي تعملين نفس شهر وانتفرج على فيلم ناسهر سوا الكتاب ده اثار في دماجي شجون كثيرة جدا شجون على المحتوى الكتاب وشجون فكرية ايه هو الغرض الرئيسي من الادب الصرف المتعم بالضبط كثير ممكن تيجي معها اي حاجة تانية تيجي معها معلومة تيجي فلسفة تيجي فكرة ولكن الاساس هو المتعم والاجابة دي لا تنطبق على كتاب عمر طهر ده بل على كل اعمال الحقيقة فهو دايما بيوصل مفهوم اسمه المتعم انت بتبقى خارج من العمل مبسوط مرضي برغم ان مش متعة صرفة بس في العمل الحقيقي ففي افكار وفي حاجات هنتكلم عليها دلوقتي الا ان الاحساس الرئيسي اللي هيوصلك بعد ما تخلص مجموعة النهاردة هو المتعة ان انت مبسوط تعالي نتكلم في التفاصيل بعد ما ينام العيال عمر طاهر اصدار در الكرمة فبراير 2021 عدد الصفحات 187 صفحة سعر في المكتبات 55 جنيه ولكن ما تنساش ان فيه تعاون دائم ما بيننا ومن منصة ايريب بتسمحنا بخصم 10% على كل الاعمال اللي موجودة في هذا الموقع الانك بتاعه في الديسكريبشن خش عليه جيب الكتاب توصيل لحد باب البيت تدخل الكود تاخد الخصم وانبسط والغلاف لكريم ادم اللي الحقيقة غلاف عالمي جدا كل تفصيلة موجودة في الغلاف هي موجودة في قصة من ضمن القصص اللي موجودة جوه المجموعة فده اول تساؤل حيضرب في دماغك لما تمسك العمل لو انت رايح على اسمه عمر طاهر فانت حتجيب الاعمال الجديدة بتاعته اول بول حتمسك القصة تلاقيه ده ده مجموعة قصصية ليه والحقيقة ليه ده سؤال مهم جدا شئنا ام ابينا احنا دلوقتي في عصر الرواية والقصة القصيرة في طريقها للاندثار ايه اللي يخلي عمر طاهر يروح في الحتة دي خصوصا انه عمل رواية وهي كحلو حبهان وحققت نجاح حلو جدا لدرجة انها ترشحت الى جائزة نجيم محفوظ ضيف على كده ان هو ليه باع قوي جدا في موضوع المقالات زي اخر كتاب هو منزله عبد الناصر شورب السجير كان بيتكلم فيها على التاريخ من منظوره وهو الشخص لو ما شفتش المراجعتين بتوع العملين هسيبهم لك في وفي الكارد من هنا ونرجع لسؤالنا ايه اللي يخليه يروح للمجموعة القصصية وايه اللي ممكن يقدمه لنا هنا مختلف عن اي مجموعة قصصية تانية انت ممكن تكون قريطها كل حاجة انت حبتها في عمر طاهر قبل كده هتلاقيه هنا النسترجة اللي يبعى المشاعر توصيل الاحاسيس فانت هتقرأ القصة توصل لاخر سطر تن تنور معاك تعيد تفكير في القصة ودي سمى في التسعتاشر قصة بالنسبالي انا شخصيا كل قصة فيهم بمجرد ما خلصتها لازم كنت اقفل الكتاب واسرح للحظات طالت او قصرت افكر في اللي هو عايز يوصله لان عمر طاهر عمل حاجة غريبة جدا في الموضوع ده احتفظ جواه هو بروح الهاوي بفكرة التجربة انه بيجرب في نفسه وبيجرب في القارئ اللي بيحب ألم تقنيات جديدة وطريقة مختلفة وقدمها لنا باسلوب الاحتراف فحتلاقي القصة سكتش حدوتة كاملة بتبدأ وبتمتهي من غير ديول ولو سابت ديول فهتسيب لك حاجات عشان تفكر انت فيها وتعمل لها اسقاط على نفسك وعلى قلتك وعلى مجتمعك الصغير والكبير مش هكذب عليك وقولك ان المجموعة كلها فائقة للقوة وانها احسن حاجات كتبت لا في حاجات فيها قصص عادية مش عادية بمعنى انها وحشة او رديئة لا هي عادية كويسة هتقراها تعيش معها اللحظات بتاعتها العشر دقائل ربع ساعة اللي اردت فيها القصة وخلاص مش هتسيب في نفسك الاثر اللي ممكن يسيبه الباقي طب ايه الاثر اللي ممكن يسيبه الباقي وانت بتقلب في الفيسبوك بتاعك كده بتلاقي خبر حايز ترجع تبص عليه تاني بتلاقي صورة عايز تشايرها مع صحابك تتكلم عليها نكتة حاجة انت عايز تحتفظ بيها فبتعمل ايه بالضبط سكرينشوت لو افترضنا بقى ان الفيسبوك كده وجريانك فيه وتقليبك ليه هو حياتك اللي انت ماشي فيها على طول شغلك وعشتك وأكلك وسعيك في الحياة وعلاقاتك الزوجية والأسرية والمشاكل اللي بتقابلها برا وجوه الكتاب ده هو يمثل سكرينشوت دي عمر طاهر بينجح في بعض من هذه القصص الكتير الحقيقة اللي موجودة جوه المجموعة انه يعملك توقيف مؤقت للزمن انا حسيت للحظات ان فيه جزء من حياتي تم اختزاله على هيئة اربع خمس صفحات وده تركز في مجموعة محددة من القصص بشكل عام انا استمتعت بالمجموعة كلها من اولها الاخرها وما قدرش اقول ان فيها قصة واحدة ما عجبتنيش ولكن فيه قصص علمت جوايا سابت جوايا اثر هقولك الاثر ده كمان شوية ولكن تعالى اكلامك على القصص اللي لمستني انا بشكل شخصي انثى السكر اول قصة موجودة في العمل كتختيار عالمي اولا قصة جزابة جدا لانها بسيطة جدا عادية جدا قصة حياتي اتنين لسه متجاوزين في مقتبل الحياة انا شفت نفسي جوه القصة دي حياة شاب مطحون بيعيش الحياة بشكل طبيعي ولازم يتراضى يحس ان المجهود اللي عمله في حياته كلها لقاه بعد ما تجاوز ضيف على كده ان اسم القصة اكتر من جميل الحياة قصة تانية اسمها المتوسط القصة دي موجعة للغاية القصة تعبر عن شريحة املاقة من الجيل اللي انا انتمي ليه المتوسط في كل حاجة مؤهل عالي اه ولكن مش دراسات عليا مش دكتوراه شغلانة كويسة ستراها اه ولكنه مش شغال في شركة مالتي انترناشنال وبيقبط بالدولار عايش حياته مصطور ولكنه مش اغنى حاجة صحيته كويسة ولكنه مش اقوى حد فكرتها في منتهى الجمال بيشبه لك بطل القصة بان هو متوسط وكل الناس اللي بيتعرض لهم يحملوا اسمه متوسطين زيه حساسة جدا ودي سمة عامة في كل القصص انها تحتوي على لمس تعين عمر طاهر الحساسة فعمر طاهر مش بيكلمك من فوق عمر طاهر مننا بينزل يععد على القهوة وبيخرج مع اصحابه وبيتفرج على كورة وبيلعب بليستيشن ولما بيتحر بيقف في البلاكونة بفانيلا قد تحمل يسعلك ده بقى حاجات كتيرة القصة الرئيسية اللي تحتوي على اسم هذا العمل بعد ما يناموا الايال ومدى جمالها والاحساس اللي بتوصله لك ان فيه طبقة عالية جدا وطبقة راضية جدا ومبسوطة جدا باللي تقدر تاخده من الحياة تنتزعه من براثن الحياة الشريرة ببسمة بسيطة متعة بسيطة محدودة جدا بتخليك عايش ملك جدا فنجان الست والحياة المتجسدة الرجل ده قطع في هذه القصة جزء من الاحياء الشعبية الاثرية المصرية ريح الدخان المعسل القعدة وسط الناس على القهوة تفاصيل 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 تتحول الى احسيس 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 ثرثرة الركاب قصة عن الوجع ان انت بتدور على حاجة تبسطك ولكن الدنيا مش مساعدك لكده الموشح وديرة الحياة المفرغة اللي انت بتفضل تلف فيها طول الوقت قصة النشرة الجوية عن ما بعد المحرقة عن حياتك بعد ما يحصل فيها نقطة محورية وتغيير جزري هل هتقدر تكمل وتعيش ولا لا شكة تحت الجلد كل واحد فينا موجود في حياته شخص واحد قادر انه ينتزعه من كل المشاكل اللي بيعيشها جدتك خالتك والدك والدتك صحبك قريبك الشخص ده موجود وربنا خلقه عشان ينتشي لك في الوقت المناسب بالشكل المناسب المجموعة كلها بتنجح انها ترسم على وشك بسمة انتزعها عمر طاهر من الايام الصعبة المريرة هقولك تشبيه من عالم عمر طاهر المجموعة دي هي شريحة بطيخ وارغيف عيش مأمر مع قالب جبنة بيدة اسطنبولي في عز الدهر في شهر ستة كل قصة في المجموعة دي نجحت بعد مقفلها واقف لسواني اتأمل فيها انها تعملي اشعارة في جسمي تخليني اسرح وفي قصص اقسم بالله انها نجحت تخلي قلبي يدق دق زيادة المجموعة غير صالحة للقراءة في الزحمة غير صالحة للقراءة العجولة غير صالحة للقراءة بشكل متوالي فلازم تفصل بين كل قصة وقصة المجموعة حالة وانت لازم تعيش الحالة دي اعمل قهوتك وقعد في حتة هادية افتح البلكونة في جوه لطيف ويعمل قباية شاي بالنعناع واضع راها ولكن في الاول وفي الاخر ده رأيي انا انا عايز اعرف رأيك انت بقى هل بتحب عمر طاهر هل شايف انه عمر طاهر تجربة مختلفة عن اي حاجة في السوق هل قريت المجموعة دي ولا لا والتي في التعليقات نتكلم مع بعض المستفيد ذلك اللي نحس عن التعليقات ورشحات والمراجعة وتطلب مجتمع كوكب الكتب يعني انت ما ننسى اشترك في القناة وتفعزوا الالجرس وضعني بايك وتشاهر هذا الفيديو ذلك لان المجموعة لست نازلة جديد حلوة وفيها افكار لذيذة جدا وهترسم البسمة على وشك اما بقى لو عاستوش بقى تقرأ الواق وتختار كتابك اللي جاي صح فحيسهر قدامك على الشهاز لوقتي البليليست بتاعت عمر طاهر اللي انا راجعت فيها عملين وقلت فيها اخبار حصرية عنه وروح اتفرج عليها شوفك هناك سلام